اهلا بكم الى موجز اخبار الان قتل عشرة عسكريين من بينهم العقيد احمد منسي قائد كاتبة الصاهقة 103 واصب اخرون بجروح في هجوم على حاجز امني في مدينة رفح في محافظة شمال سيناء المصرية صباح اليوم وافدت مصادر امنية مصرية بان مسلحين هاجموا نقطة تجمع لقوات الجيش بقرية البرث في مدينة رفح من دون مزيد من التفاصيل احتجزت الشرطة التركية 29 شخصا يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش في مداهمات امنية في اسطنبول ووفقا لشبكة اي بي سي الامريكية التي نقلت الخبر فان المشتبهين قاتلوا في صفوف التنظيم في سوريا وكانت لديهم خطط للعودة الى هناك مرة اخرى لافتة الى ان 22 منهم يحملون جنسيات اجنبية واضفت الشبكة ان المدهمات استهدفت 20 منزلا في انحاء اسطنبول وان الشرطة تصادرت وثائق خاصة بالتنظيم ومواد الكترونية وسلاحا واحدا قال قادة عسكريون يوم الخميس ان مسلحي داعش الذين يبدون مقاومة في شريط من الارض في الموصل على امتداد نهر دجلة سيستخدمون المفجرين الانتحاريين على نحو متزايد في محاولة يائسة لوقف التقدم المستمر للقوات العراقية وقال اللواء سامي العريض من جهاز مكافحة الارهاب ان مقاتلي داعش يفجرون على نحو متزايد المواد ناسفة بين المدنيين الفارين صوب قوات الامن بل انهم يستخدمون النساء دروعا بشرية اقر الزعماء المتواجدون في قمة العشرين والمنعقدة في هامبورغ الالمانية خطة لتعزيز مكافحة الارهاب كما اعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزامي ان القادة يسعون في القمة لإقناع الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالانضمام الى اتفاقية باريس للمناخ 2015 حذر منسق الامم المتحدة في اليمن جامي ماجوركريك ان منظمات الاغاثة لا يمكنها مواجهة انتشار مرض الكوليرا في البلاد الذي اسفر عن وفاة اكثر من 1600 شخص منذ اواخر نيسان ابريل الماضي وقال منسق الامم المتحدة ان الحد من انتشار المرض خارج سيطرة قدرة المنظمات الدولية والنظام الصحي الوطني سجل مدرب اللياقة البدنية جو ويكس رقما قياسيا ادخله كتاب جينيس من خلال تنظيم اضخم دورة تدريبية لللياقة السريعة التي تعرف باسم هيت وقد تمكن جو ويكس من ادارة اكثر من 3800 شخص مارس الرياضة على مدار 30 دقيقة الى اللقاء